قام رئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى ورئيس الأركان العام والحاكم العسكري درنم جواد الفريق عبد الرازق النظوري بزيارة إلى مقر الغرفة الأمنية ببنغازي وكان في استقباله أمر القوات الخاصة لواء نيسبو خمادة وذلك لتفقد عمل الغرفة داخل المدينة والوقوف على سير العمل بالغرفة في تأمين مداخل ومخارج المدينة ومؤسساتها الحيوية اشتركوا في القناة